ينضم إلينا من باريس دكتور رند زهيري أخصائي طب الطوارئ والكوارث في باريس أهلا بك دكتور دعنا نبدأ بالحديث عن آخر الدراسات حول أوميكرون ومدى صحة كونه أكثر أو سريع الانتشار بنسبة أكثر من أربعة أضعاف بقية المتحورات المتحور المكتشف حديثا وهو الأوميكرون هو في طريقه إلى الانتشار السريع حول العالم وهو سيصبح في غضون أشهر الطاغي والمسيطر بعد الدلتا لذلك هرعت الشركات المنتجة للقاحات مثل فايزر إلى تسريع الدراسات والأبحاث وقد أوصت بالجرعة الثالثة المعززة لمكافحة هذا المتحور وقد وعدت أنه بحلول شهر أثار مارس المقبل سوف يكون هناك لقاحا ضد الأوميكرون دكتور دعنا نتحدث علميا شوي يقول بعض الدارسون تقول بعض الدراسات العلمية بأن الفيروس الذي ينتشر بسرعة كبيرة يكون أثره أقل والفيروس بطيء الانتشار يكون أثره أكبر وأكثر فتكا ما مدى صحة هذا الموضوع إذا ما قرنناه بالآن بهذه السلالة الجديدة من كورونا والتي يبدو أنها أو أعراضها أقل وطأة إذا عدنا إلى السلوك الأوميكرون المتحور الجديد نراه فعلا أنه هو أكثر انتشارا وكما أشارت إليه الدراسة اليابانية وجميع الدراسات العلمية حتى الآن إنما ليس بالضرورة أن يكون أكثر فتكا وأكثر خطورة من سابقاته مثل الدلتا والمتحورات الأخرى هنا لابد من تسليط الضوء على نقطة جدا مهمة بالنسبة إلى الجرعات المعززة أنا هنا أود أن أتكلم عن الدلتا لقد رأينا أن بعد تلقي الجرعة الثانية ضد الدلتا لقد تنشط الجهاز المناعي وأصبحت استجابته أسرع بكثير من خلال تضاعف المضادات المناعية لمحاربته وهذا ما رأيناه بعد الجرعة الثالثة المعززة بالنسبة للأومايكرون وليست الثانية رأينا أن هذه الجرعة قد حفزت الجهاز المناعي وجعلته أكثر استجابة وأكثر سرعة حتى ضد الأومايكرون وهذه الدراسة قد صدرت البارحة نهار الأربعاء لذلك نرى أنه من الضرورية المضي في الجرعات المعززة ضد الأومايكرون الثالثة أتكلم عن الثالثة بانتظار صدور اللقاح المناسب في شهر مارس في هذه الحالة هذا يطرح من جديد سؤال أن اللقاحات فقط للدول الغنية التي لديها الإمكانية أن تحصل على جرعات معززة في المقابل هناك دول لم تحصل حتى على الجرعة الأولى والثانية النسب التلقيح لديها منخفضة جدا كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟ نعم هذا صحيح وهذا السؤال هو مشكلة سياسية اقتصادية في نفس الوقت إذ أن هناك دول لا تتعدى فيها نسبة التلقيح العشرة في المائة هناك دول قد أصبحت بحوالي الخمسة وسبعين في المائة وحتى الثمانين في المائة لذلك ندعو إلى التوزيع العادل لجميع هذه اللقاحات للوصول إلى المناعة المجتمعية لإحتواء هكذا وباء وهكذا جائحة كيف يتم توزيع عادل في نفس الوقت جرعات معززة لبعض الناس؟ هذا يعتمد على مقدرات الدول الدول الصناعية والغنية لديها القدرة ولديها الإمكانات اللوجستية والمادية والعلمية للمضي بهكذا جرعات معززة نحن ندعو فعلا إلى توزيع عادل في جميع بقاع الأرض حتى لو لم تكن الجرعة الثالثة المعززة إما مع الجرعة الأولى والثانية توازيا مع الجرعة الثالثة في الدول المتقدمة لا سبيل إلا إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية لإحتواء هكذا جائحة دكتور هناك كلام شائع يقول بأن الآن مع ظهور هذا المتحور الجديد الأسرع انتشارا والأقل ضررا نوعا ما نحن نقترب من نهاية الجائحة هذا كلام يشاع ولكن ما مدى صحة هذا الكلام علميا؟ علميا من خلال الموجات الوبائية التي عرفناها خلال التاريخ وخصوصا موجات الفيروسات الهوائية التنفسية مثل الإنفلوانزا لدينا معدل وسطي بالنسبة للجائحة بحدود الأربع سنوات نحن اليوم على مشارف انتهاء السنة الثانية لدينا ما يقارب العام والنصف إلى العامين لانتهاء من هذه الجائحة شرط أن نصل إلى المناعة المجتمعية المطلوبة لإحتوائها ومحاربتها لا سبيل إلى ذلك إلا من خلال لقاحات والتي تجرى على قدم الوساط كل الأبحاث للوصول إلى هذه المناعة المجتمعية شكرا لك دكتور راند زهيري أخصائي طب الطوارئ والكوارث كنت معنا من باريس أهلا وسهلا بك